تحت رعاية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمنا كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين تنظم الكلية مؤتمرا تحت عنوان الحلول الإبداعية من خلال مخرجات البحوث المنجزة فترة الجائحة وذلك خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من أكتوبر المقبل وأوضح سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن المؤتمر سيعمل على طرح ومناقشة الممارسات التعليمية الجديدة التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا في مختلف المجالات ومنها الهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والخدمات اللوجستية والتعليم العالي ومدى تأثيرها على جوانب متنوعة من الحياة اليومية خلال فترة ما بعد الجائحة داعيا الراغبين من الباحثين في المشاركة إلى تقديم ملخصات أوراقهم البحثية عبر البريد الإلكتروني الخاص بفعاليات الكلية حتى تاريخ العشرين من أغسطس المقبل ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للبوليتيكنيك البروفيسور كيران أوكاهون أن الكلية تسعى إلى تعزيز المشاركة النشطة والإيجابية مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيسمح للمؤسسة بالتواصل مع شركائها من خلال جمع الخبراء معا لتبادل الأفكار البحثية المبتكرة عبر التخصصات المتنوعة التي من شأنها أن تفيد الجميع ترجمة نانسي قنقر